توفد أبناء الجالية المصرية في ألمانيا على السفارة المصرية ببرلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي سوف تعقد على مدار ثلاثة أيام حيث تفتح السفارة المصرية أبوابها بالعاصمة الألمانية وكنصلياتها في فرانكفورت وهامبورج للناخبين وأدل السفير خالد جلال والسيدة قرنته بصوتهما اليوم في أول أيام الانتخابات بينما توفد على السفارة عدد من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا شكرا